الأردن أكبر من حجمه الجغرافي وهذا مش سر بنذيعه ولا ادعاء كونا نحن الأردنيين هذا واقع موجود في العالم كله الأردن جلالة الملك سواء الراحل حسين منطلات أو جلالة الملك عبد الله وضعوا أرضية كبرى أحيانا كانت لا تشتغل بشكل كامل وأحيانا كانت تفوت علينا الفرص من خلال بعض الاجتماعات اللي كان جلالة الملك عبد الله يجتمعها مع مجموعة من كبار مستثمرين في العالم وبعدها ما انتابع هل موضوع المتابعة تغير عليه شيء وأنا بعرف أنه ما عليك من الناس اللي يعني ما شاء الله ناشطين حتى في خارج النطاق وزارة التخطيط في هذا الموضوع هل سوف نسمع بكرة أنه والله جلالة الملك التقى بمجموعة من المستثمرين ولكن ما تم فتح أفاق لهم جديدة أم أنه هذا العهد انتهى ونحن في خطة جديدة اليوم لا إن شاء الله احنا في خطة جديدة وأعتقد الكل مدرك لي أهمية الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية وعلى فكرة أحب أن أعقب للدكتور وبجزدك الدكتور نشتغلنا مع بعض على ترويج بعض هذه الاستثمارات للأردنيين بالخارج وخصوصا في الخليج لأنه إذا الأردني ما يجي استثمر صعب أنا برضو أقنع الأجنبي يجي استثمر وإحنا لدينا اليوم تقريبا في الخليج العربي 600 ألف أردني بتعرف معظمهم بسموهم بستم برايتست يعني هم معظم الناجحين والمتفوقين في هذه الدول والدكتور عمل لفه بذكر في بداية المشوار واجتمع بكثير من هذول الأردنيين واللي ورجناهم إنه فيه فرص استثمارية في الأردن وهذول ثروة أنا باعتقادي الأردنيين في الخارج وثروة يجب أن نتواصل معهما إن شاء الله بيسمعوا برنامجك اليوم بالنسبة للأرضية اللي حكيت فيها 100% بجوز ما استغلناها ولكن كاملة ولكن اللي صار اليوم أعتقد هو يعني ما صار فجأة خلينا نتطلع القطاع الطبي القطاع الطبي هذا من الستينات لما جلالة الملك حسين الله يرحمه كان يود أفضل الناس يودهم على بريطانيا وأميركا يدرسوا يدخوا ويخدموا بالجيش 16 سنة وانبرت المدينة الطبية ومنها انطلقت كل المنظومة الصحية والطبية في الأردن هذا شغل 60 سنة مش شغل مبارح قطاع الآي تي بلش لما جلالة الملك عبدالله إيجا في الألفين وانطلقت ريش وانطلقت النظر والإنتاج والآي تي أيضا هناك أعوامل أخرى في الأردن منها واللي كان يحكيه وزير خارجية سنجابور بالإضافة لقطاع الطبي الحوكمة الحوكمة بمعنى الشفافية ودولة المؤسسات وإحنا اكتشفنا وأعتقد الكل اكتشف إنه إحنا بالفعل دولة مؤسسات ومؤسساتنا شغالة على الرغم إنه مرات كنا نحس إنها يعني بدها شوية تزبيط ولكن اتضح منها مؤسسات قوية والشغلة الأخيرة اللي هي رأس المال الاجتماعي واللي هو علاقة الناس ببعضها وتكافلها مع بعضها قال لك إذا هدول الثلاث اجتمعوا أنت بتكون دولة وبالفعل هدول الثلاث اجتمعوا بالأردن ولكن هذه الأرضيات هذه اللي منحكي عنه الاستثمارات بالإنسان اللي على مدى 60 و50 و20 سنة اليوم لقناها لما صارت هاي الجائحة اليوم اكتشفنا إنه هاي القضايا موجودة عنا وقدرنا نعتمد عليها وعطتنا أرضية صلد وثابته نوقف عليها إن شاء الله إنه نستفيد من هالتجربة وبرضو خلينا نكون واضحين يعني الدنيا مش زي ما لو نتر رئيس يقول قمره وربيع وهذا مش سباق المسافات القصيرة هذا ماراثون احنا لسه قدامنا مراحل صعبة العالم كله قدامه مراحل صعبة بدنا نتحمل شوي ولكن بدنا أيضا إنه نستغل هاي الفرصة وإن شاء الله نطلع منها أقوى والأمور تتحسن ولكن بعد العالم زي ما انت شايف حتى باعتقاد العالم فيه نوع من الصراع ما زال اليوم في بعض الدول إذا بتتطلع بتنادي بالإنعزالية والبروتكشنست بتقول لك سكر حالك وخضرتي بدي شبيعها وبديش تعامل مع بقية العالم وفيه دول زي الأردن بالعكس عم تتواصل مع بقية الدول وتحاول يتشكل نظام نوعا ما جديد في التكافل والتعاون الدولي فأعتقد أن تعالوا الدولي مهم جدا في هذه المرحلة إنه نطلع في عالم أفضل من ما قابل الجائحة وجلالة الملك قال شغلة مهمة بمقابلته بالسي بيس بما معنى ولا دولة راح تكون آمنة اللي إذا كل العالم كان آمن لأنه دولة واحدة بترجعك للصفر مهمة بمقابلته بالسي بيس